اخر نقطة ايها الاخوة في الخصائص والسمات التي تمثلت في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعايشة والاختداء وهذه قضية ملفتة للنظر بشكل كبير وهي درس للمربين حقيقة والآباء والمعلمين لا يمكن يكون انسان معدل للسلوك الآخرين ومؤثرا في سلوكهم اذا هو يتكلم من ابراج عاجية او يراسل من واتس اوب او ما شف ذلك انما يعايشهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كما يقول احد الصحابة وهكذا فكانوا يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا عليهم كما قلنا في قصة عزبني اسرائيل قبل قليل هو الذي اتى للعراب وزاره في مكانه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى القوم في أسواقهم صلى الله عليه وسلم فكم نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه المعايشة هذه المعايشة تحقق عدد من السمات والخصاص التي ذكرناها مثل قضية معرفة الأشخاص حتى نراعي الفروق الفردية بينهم كما ذكرنا في قضية خير أرحم أمتي بأمتي أبو بكر شدهم في الحق عمر إلى آخره هذه المعايشة تحقق الحقيقة هذا الاستقراء للشخصيات حتى تستطيع أن تعرف كيف تستطيع أن تؤثر في ألف وكيف تستطيع أن تؤثر في باء والعلم وهذا من الفروق الفردية ألف وباء نفس المشكلة لكن الطريقة التي ينبغي أن نعالج فيها ألف تختلف عن الطريقة التي ينبغي أن نعالج فيها باء لاختلاف الشخصياتين وهذا لا يمكن تتأتى إلا من خلال المعايشة المعايشة توجد الود والقرب وعندئذ يوجد الشعور بالحقيقة المحبة والطاعة وكذلك يحصل من خلال المعايشة قضية مهمة جدا يحصل أن نختم بها لقاءنا هذه الليلة ألا وهي قضية الاقتداء الاقتداء هم يرون النبي أمامهم صلوا كما رأيتمون وأصلي خذوا عني مناسككم مالك بن حويرث وأصحابه الذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتا من الزمن عشرة أيام أو ما شابه ذلك هم ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنقلوا وكانوا هم الذين أكثر رواية أحاديث الصلاة كان عن مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه كم نحن بيأمس الحاجة إلى هذه القضايا وإخراج الجانب القدوة للمربين آباء ومعلمين وغيرهم من خلال المعايشة الحقيقية والقرب من الأجياء ترجمة نانسي قنقر